السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والهدف الثاني للأهلي الهدف الثاني للأهلي الهدف الثاني للأهلي جبجون في دقيقة 91 ما شاء الله الأهلي جبجون أهوت لسه جاية هون الحمد لله الحمد لله يعله لسه فاتح دلوقتي والهدف جه مباراة عصاب يعني طبعا ظروف كبيرة جدا 11 لعب غيبين عن الأهلي ظروف الله أعلم بها يعني وكابتن سامي قمصان عشان رجل ابن حلال وعشان دعواتنا ودعواتكم نرجو الاشتراك والدعم يا شباب إن شاء الله يا تعالى إحنا مع بعض بقى الكم ديئة اللي جاين دورا أما نشوف هتنتهي على إيه الديئة دلوقتي 91 والديئة 92 هتبدأ أو خلصة طبعا عبالما للماتش يخلص دلوقتي طبعا أنا قفلت الصوت عشان الحوق وكده إنما أنا معاكم يعني الحمد لله تنتهى على خير المباراة ديت زي ما بيقولوا مبارايات شايف اللي بيستعبط ده يعني مفيش هزر في 18 يا جماعة حرام عليكم والله يا حرام عبالما بنشوف كده إن شاء الله يا تعالى طبعا الشباب والفتيات والناس السكرة اللي هم أصحاب الحالات الخاصة فرحلين جدا أنا عشان خطرهم بس يا رب الأهلي يكسب لأن الفرقة فرقة الأهلي لنهارده يعني يا دوب تستحق الفوزة عشان خطر جماهيرها مش عشان خطر نفسهم فيه استهتار فيه إعاءة جامد عند عمر السلية فيه نقص في الخطوط فيه حاجات كتيرة جدا فنرجو إنها تنتهي على خير عشان ما أطولش على حضراتكم عبالما التالت ده إن شاء الله يخلصوا على خير إن شاء الله يا رب تخلص على خير بس إحنا عارفين طبعا فيه حاجات على السريعة كده بالنسبة للنادي الأهلي إن المدرب الجديد يا إما روي فيتوريا أو ديفيد فاجنر الباقي أعتقد مش موجود أنا أتوقع وأتمنى ديفيد فاجنر كراجل يعني له خبرة برضو يا ما شاء الله شوف الملائكة بتاع الحالات الخاصة ده صراحة يعني كفاية ده حكيتهم وكفاية إن هم مبسوطين وكفاية 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 وطبعا شريف عشان ابن حلال يلا براب يا محمد شريف المدرب كان فيه مدرب موجود على فكرة في مباراة القمة وفيه مدرب هاي والمدرب ده هي بقى موجود احتمار في مباراة لسه لم يعلن على اسمه فيه المباراة اللي هي بتاعة بيرامدس فربنا يسهل إن شاء الله نشوف إيه الوضع بالزبط عموما اللي هو اللي بيعمل المدربين سواء أيا كان الجديد فقط إن سامي أمصان الكابتن سامي أمصان طبعا أكيد يشوف له فرصة بقى إن هو يبقى مدرب مدير فني يعني الفريق يكون في الجدول أو في الدرجة الأولى ممتاز يشوف تجربته بحيث إن هو يعني يجرب كده زي علي ماهر وزي الناس الحروين دولا محمد شرف بيفكره طب ليه محمد شرف هو اللي يمسك بالسامي أمصان يعني فين الكابتن علاء مايهوب يا بيبو الكابتن علاء مايهوب محتاجينه محتاجين حد قوي محمد يوسف معين محمد يوسف من ساعة من ساعة أزاره الحاجات اللي حصلت بصراحة يعني مزعلان منه لأن كان مقاعد مقاعد اتنين برة في المباراة بتاع 3-0 في الترجي المدير الفن يبقى في المدرجات يوم بيرامدز مش عارف فيه ايه بالزبط الحاكم رايح للبار على أساس مشكلة في ايه شكلها ممكن تكون كرت أحمر للاعب المحلة احتمال يعني فديت يعني ايه باين عليها كرت أحمر لأن دخل عليه دخل جامدة يلا يلا تعد على خير فاضل 30 ثانية والمباراة اخلص والأهلي ايه اللي بيحصل مع الأهلي والزمالك بصراحة الاتنين دولار المفروض قمة الكرة المصرية فلاحنا لما نشوف الأداء بتاع الأهلي شوت أول وأداء الزمالك شوت تاني حتى برضو في مباراة البنك الأهلي الزمالك النهاردة شيكا بلا بس شيكا بلا بصراحة هو هو اللي عمل الفوز بنزوله فيه روح طلقت أنا لذلك محتاجين معد نفسي بقولها للمرة الكامل بقالي انت لو دورت على كل فيديوهاتي من سنة تقريبا بدأت أو بتاع يعني معد نفسي معد نفسي معد نفسي يعني مدرب مساعد أول يكون بشخصية علاءة ميهوب تجيبه بقى نحاس تجيبه علاءة ميهوب تجيبه حد إنما ياريت يكون بشخصية اللي هو يشخط ويعمل محتاجين قائد جوه المباراة قائد جوه المستطير الأخضر ما ينفعش يبقى الجون القائد ده يبقى في خط النص مثلا أفشى قائد فني إنما محتاجين قائد يشخط ينوه ينبه يرجع يقدم محتاجين قائد من بقالنا كتير مفيش مفيش الحكم رجع بعد الفار طبعا شكلها فيها كارت أحمر ولا كارت أصفر مطلع كارت أصفر كارت أحمر للاعب المحلة رقم عشرة هو اللي طلع رقم عشرة للاعب المحلة أنا مش فاكر اسمه بصراحة بس هو إيه يعني لعب مهزب بس يلا حظوا كده بقى يلا الحمد لله خلاص كده الدقيقة سبعة وتسعين وسبعتاشر ثانية وما زال الوقت أما نشوف إيه اللي هيحصل فإن شاء الله خير بإذن الله الجماهير بتحيي لعب المحلة والدقيقة سبعة وتسعين واثنين وتلاتين ثانية ويلا حج يلا محمد يا شناوي ما تتفزلكش واطلع على قدام محمد الشناوي عامل مباراة النهاردة معقولة كويسة الهدف اللي جي فيه على بعد سبع يارضات صعب إن يحصل إن حد يعمل فيه حاجة صعب جدا دلوقتي إحنا خلاص سيد عبد الحفيز بالسقف يلا يا شباب إجماده يا شباب إحنا محتاجين التلات نقاط دول هو شهر ستة شهر صعب شهر صعب صعب طيب نتكلم في إيه تاني نتكلم على ماذا مع محمد الشناوي محمد الشناوي عايز يروح النصر السعودي يروح مفيش مشكلة خالص ولو الأحقية ويعتبر قائد فريق ويعتبر إحنا عايزين نحافظ عليه يا جماعة أحمد شبير إكرامي ثابت الباطل اللي يرحمه عصام الحضري مروا بالظرور إحنا نسينا عصام الحضري وهو بيمسك سمك حتى لو موقف للإسماعيلي نسينا حاجات كثيرة جدا حصلت لكل سواء مشكلة قصرية مشكلة شخصية عنده مشكلة إن هو عاوز والأهل بالأهل طبعا لوحى إن هو يوقفه إنما لو عاوز أنا من جهة نظري تغيير الدماء أحيانا بيقى مطلوب مفيش مشكلة خالص محمود جاد الكلام على محمود جاد هيجي في ناس بتقول أنا مش عاوز أقول حاجات ما حصلتش لسه إنت هتسمعوا كلام أنا بقول الكلام اللي إنت هتسمعه محمد علي بن رمضان عاوز يجي بس عايزي اتنين وتلاتة من عشرة مليون دولار في السنة وده أعلى بمراحل يعني حتى من معلول ما اعتقدش الأهل هيوافق أنا من نفس أنا شباب الأهل والله إخساره شباب الأهل يعملوا عايزين شباب الأهل يتجمعوا ويجمعوا أكرم توفيق حد يقولك ده رجع ومش رجع ومرجعش أكرم توفيق هيكون جاهز واحد أغسطس لك تدريب تدريجية يعني الموسم انتهى زي وزي عمار حمدي آآ النهاردة سمعنا من آآ من بليا آآ اني الاتحاد الكورة بينزل الزمالك لازم يدفع تسعة وسبعين مليون جنيه يعني حوالي تمانين مليون جنيه على نادي الزمالك يا جماعة ده عشان سبع مليون ولا تلاقى اربع مليون للأهل الحمد لله المباراة خلصت الحمد لله الحمد لله تلت آآ نقط غليين جدا جدا كانت تبقى منظرها وحش جدا جدا الحمد لله الحمد لله ما نبصش على الخصم اطلاقا ما نبصش على أي حاجة آآ سامي قم صالبي يحتضن آآ آآ دلوقت الاهل خمسة وستين في المية غز المحلة خمسة وثلاثين في المية آآ التزديات ١٨ مقابل اربعة ١٣ ركنية مقابل ٣ أخطاء ١١ مقابل ١١٤ آآ وطبعا كارت احمد المحلة وكارت اصفر هنا وهنا الحمد لله المباراة انتهت سيد عبدالحفيز رايح يهد الأجواء وبيسقف وطبعا اللاعبة مبسوطة ومن حقهم لان يا جماعة الاهل بيلعب بدون ١٤ لاعب آآ يعني وإيه ده انت عندك يا عالي معلول آآ فاسبوعين كلهم اسبوعين على فكرة اللي يقولك اسبوع العشرة طيام علي معلول اهل حاجة اسبوعين عندك نفس الشيء برضو حسين الشحات آآ يعني احنا مكناش منتظرين من كان المفروض حمد آآ آآ حمد فاتحي رايح برضو هيقعد فيها برضو اسبوعين ثلاثة آآ رباني يسطر في المباراة بتاعي ان هما يحاولوا بقى يجهزوا حد ولا حاجة ولا يشوفوا ينعمل ايه لانه مباراة بيرمز هي تبقى قوية جدا جدا في الدور آآ نصف النهائي في الكاس القديم عشان نقابل آآ الزمالك ما عليش ما عليش يا عمر يا سولية طبعا ما كانش يجب يعني يعني احنا شايفين الحاجات ديت كانت يعني هو الهدف ده جاي يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله طبعا الشريف مبسوط يعني الحمد لله طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه في الفتر اللي جاية هنعمل ايه في الفتر اللي جاية ندعم الاهلي وانا اتمنى من الاهلي معيد نفسي قائد جوه الملعب قائد جوه الملعب قائد جوه الملعب معيد نفسي لو سمحته عايزين قائد خارج الملعب على الخطوط بشخصية النحاز بشخصية علاء ميهوب بشخصية كشري بشخصية حد يكون بيقزح وبيعمل وبيزعق وبيشور وبيعمل ويقضى عنده القدرة انه هو يقول انا احنا محتاجين تغيير دلوقتي حتى رفدها عشرة مع كامل احترامه وتقديري وتشجيعي للغالي سامي قمصان العمر يعني الاهلي ده بيفكرني بجيش مصر وعساكر كده بيحطوا قدام المدفع ما يقولش لأ ما يقولش لأ ما شاء الله طيب حكاية الزمالك ايه يا كابتن يا باش مهندس يا وزير حكاية الزمالك ايه يعني حوالي 80 مليون وحوالي 60 مليون على الفيفا 80 مليون الاتحاد المصري ولسه فيه قضايا وفيه حاجة وازاي بقاله خمس ست سنين بيشارك فيه دوريات مصرية وكؤوس ومحليات وبيسجل لعيبة ازاي ده انتمدتش فرصة فرصة للإسماعيلي احنا عايزين عدالة انا مش ضد نادي الزمالك على فكر انه لولا الزمالك ما يبقاش فيه فرحة اهلوية لان لان الزمالك انا عندي تحفظي اصل الزمالك كمختلط ازاي تزارع في مصر دي 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 حاجة انما الحاجة التانية ده نادي رياضي جوه بلدي انا مش ضد ولنا احباءنا وقريبنا زمالكوية وما فيش اي مشكلة خالص انما ازاي انا ماليش دعوة يدفع عما يدفع درائب يدفع ميا ما يدفعش كهربا ما يدفعش تليفونات يدفع مش عارف ايه انا ماليش دعوة بالحاجات دي ان ليه دعوة بالحاجات الاسيات اللي هي خاصة بالكاف اللي هي خارج مصر ازاي عليه فلوس بالكم الهائل ده مرة 30 مليون مرة 80 مليون هو انت عندكم المليون ايه? انت عندكم العشر مليون يا جماعة ده فيه ناس بتشحت. يا جماعة ده فيه ناس بتشحت الالف والالفين جنيه كمرتب. انتوا بتتكلموا عن ايه? ارجو المتابعة ارجو المشاهدة لو سمحتوا اعمل لايك اعمل شير مش هيكلفك حاجة انا اسف انا ما عرفش اعمل ترندات فائلة ادب ما عرفش اعمل ترندات فيها خروج عن النص ما عرفش اعمل ترندات ان انا اغلط في رئيس نادي او في اي حد ليه? لاني مش خوف منه انما خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ويا ريت ندخل في ثقافة النقد النظيف اللي هو ما فيهوش سب ولعن والدخول في اعراض. ده ده منطقي انا ومتوكر على الله. انا مش منتصر حاجة من انت انت اقسم بجلالة الله غير عشان نتقسم هو ان الناس تسمعنا ونتبادل ويمكن زرة كده يعني حبة رمل في صحرة تساعد ان احنا نرتقي بالمبادئ والاخلاق اللي احنا تربينا عليها في مدارسنا في الحضانة في الكتاب في المدارس في من الاندية زي النادي الاهلي او او هكذا. انا مش ضد نادي الزمالي. بس اللي بيحصل ده بصراحة يعني مش عدالة. بس ابسط حاجة تقول له. طيب احنا عدنا شهرين نهر في نفسنا وناكل في نفسنا والعطار وعلام وقبلج مجاهد في سبيل البتاع ومش عارف ايه. طيب النتيجة ايه? النتيجة الناس دول عايشين مفيش حساب. مفيش حساب السادة الرئيس. لو سمحت محتاجين عدالة. محتاجين انهم يتحزبوا. عشان نعرف ازا كان راجل بريء. والكلام اللي تقال من من سيادة وزير الشباب ورياضة اللجنة ادناتهم. لو اللجنة دي اللي غلطان نعتذر لهم. هو لازم الناس تلهس. الخطيب بيلهس بقاله ثلاث سنين على العضية. حتى الان مفيش حكم فيها نهائي. ليه? ليه? احنا انا 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 بتأسى يعني لما لما شاب عنده واحد وعشرين سنة يقع من فوق البرج منتحر. لما فتاة تنضرب في الشارع لغاية ما يعني يعني مش في ثانية واحدة. لا. ده حصل على اعتداء سب وقصف وبعد كده اعتداء جسدي وبعد كده وقعت وبعد كده. والناس بتتفرج. الناس بقت ما بين جبناء ومتلصصين على على انهم يتفرجوا. شوفوا الواب يتخاني مع خطيبته. مش عارفين العلاقة ما بينهم. في حين الناس بتتهافت بالتليفونات والترند على تليفون للست. اللي هي ام البنت. او خالة البنت. او عم البنت. وهم بيحكوا يلا نقص يعملوا سيلفي معاهم. ايه البرود اللي احنا وصلنا له ده? ايه البرود ده? ليه احنا وصلنا لكده? احنا عاوزين الناس الكبار تتحاسد. عشان الصغيرين يخافوا. احنا عاوزين الناس الكبار يبقوا كويسين. ما طلعش. ما طلعش تسريبات فيها قلة ادب. والامراتي والامراتك والاختي والاختك يسمعه ولمي ولمك. ما يقدروش يسمعوا. الالفاظ اللي في التسريبات ديت. والله حرام. حرام اصلا ده هتطلع مرفوضة. واللي يطلعها يتحاسد. اول راجل يقول لك ايه رفع فالينا ديت. مليش دعوة زكاة. يا ناس يقول لك ده تمثيلية عاملينها. ناس يقول لك تمثيلية من الاسماعيل عشان يستفزه الاهلاوية. ناس يقول لك ده اهلا ده الراجل اهلاوي وصور بالذات عشان اه ليه كان بيطالع ان الراجل هيقول له ايه لا خليبنا كيلة عرفالينا. المنظر نفسه في اليوتيوب غلط. انا نزلتها وقمت شاهلها على طول اه كفيديو قصير يعني. الحاجات ديت ليه? ليه تحصل? الشباب يشوفوها. الافلام اللي فاها عم في السلاح الابيض والسلاح مش عارف ايه. ولا بيان جماعة المنصورة الحادثة حصلت خارج الاسوار. براءة. ايه ده? ايه ده? طب اعمل اعمل مسلا عازة ولا حاجة للبنت. الله يرحمها. اه يبقى في حاجة كده يعني مش مش انت بتبرق نفسك ليه? لا شوف يا بابا. الودة مش ممكن يكون كان راح الجامعة اكيد كان راح الجامعة معه مطوء او سكينة. فاكيد كان كان قابل كده برضو في الجامعة معه مطوء سكينة. لازم الامن يشوف جوه الطلبة. يبقى فيه تفتيش ذاتي زي ما بتدخل الاستاد. الحرم الجامعي اهم من الاستاد كمان. الحرم الجامعي نص بنات. يشوف اللي شاي البخاخة ولا اللي شاي المطوء ولا شاي الكزلك ولا اللي شاي المعلقة ولا اي حاجة. اي حاجة حاجة تتشال منه. كمان التحرش. كمان ابو البنت مثلا سمعت انه عملوا عدم تعدي انما دي مش كفاية لان الودة مستبيع. طيب الاخلاق ده وصلت لفين? ناس بتحمل الحكومة كلها? طبعا لا. ليه? لان احنا كبشر عاديين كأسرة بعيد هنا عن ربنا. طيب ايه الوضع? لازم فيه كنترولنج على الاعلام ده. مفيش حد زي ابو حملات وغيره يطلع يشكك في الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الدين. ما تشككش ولا في الدين المسيحي ولا اليهودي ولا الاسلامي. ان الدين عند الله الاسلام. الاسلام اللي هو كله. من سنة سيدنا نوح لغاية النهاردة. ده سيدنا ادم كمان. فليه كده? ليه? لا لازم فيه احترام للاديان. لازم فيه احترام الفاظ في رمضان. بيطلع كل رمضان اشياء خطيرة جدا في بعض المسلسلات مش كلها. الشباب بيلقطها وبيستخدمها. والشبيح اللي بيموت اتناشر مرة واحدة وهكزا. الحاجات ده كلها بما فيها الاعلام الرياضي. بما فيها الادارة الرياضية. الرياضة الرياضة بدنية. الاخلاق الاول. ثم البدنية. ليه نعمل في نفسنا كده? بس ده انا انا رأيي انا الشخصي. انا رأيي الشخصي محتاجين تصحيح عام في وزارة التربية والتعليم الابتدائي. الاعلام لازم عليه كنترولة. اختيار الالفاظ. اختيار المواضيع. المزيع مش جاي كده ما تقوليش انه جاي وما فيش حد عارف يتكلم عن ايه. لازم نختار المواضيع. ما تستفزش الشعب. كمان الاعلام الرياضي ما تتوجهش النادي بعينه. على الاهلي. ايه الاهلي? موسيماني ماشي. يا عم موسيماني ماشي خلاص. عاد تقوليه كيروش آآ موسيماني ماشي. آآ اهاب جلال موسيماني يمشي. اهو موسيماني يمشي يا عم ورايحكم. بمناسبة اتحاد الكورة. كيروش شعرت جزاء يمشي. اهاب جلال يجي تلات اربع ليالي. شعرت جزاء يمشي. بتتكلم عن ملايين. الفلوس دي ليه يا ست الوزير. ليه? 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 ليه بتعمله كده? ده فلوس دولة والله. فلوس دولة وحرام اللي بيحصل. احنا مش محتاجين غير العدالة. العدالة اعدل ما بين الفرق. اعدل ما بين الفرق عشان ربنا يكرمنا. اخر منتخب حلال هو منتخب ابوتريكا وحسن شحاتة. شوف انا بقول ايه? ابوتريكا وحسن شحاتة. كرمز اللعبة ورمز المدربين. لازم. لازم نرجع عشان خاطر مصر. شايف الاهلي كسب النهاردة? بس لابس فلنة مصر. لان انا اللي يمدي انا بفكر في مصر اكتر من اي حدا تاني والله. فارجوكم. ارجوكم والله والله ارجوكم. ارجوكم. لازم يعني لكل شاب لكل فتاة اختار القناة اللي انت بتفرج عليها كويس على اليوتيوب. ما تعملش لايك في تريند في قلة ادب. ما تعملش لايك في تريند بيحفز على على الفتنة. او تسريبات فيها حاجات قذرة. لازم 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 تختار لان انت بتساهم في نشر الحاجات دي. يعني. بس انا انا ده انا رأيي شخصي وده ارجوه منكم. انا مش طالب حاجة انا هم حاجة عندي زي ما بقول مصر بس. بعد كده الاهلي. الاهلي لازم يعمل اللي احنا اتفاني اللي احنا اتكلمنا فيه. عشان ما رغيش معاكم كتير. اتمنى منكم الاشتراك والمتابعة. والحمد لله خلاص فاضل ها فاضل بيرامدز وجونا. والاهلي يفوق وبعض اللعيبة المصابة ترجع. وان شاء الله بازن الله الدوري للاهلي والكاس القديم وجديد للاهلي بازن الله تعالى. المهم اشتراكوا. المهم كده تشجعونا بازن الله تعالى كده. ان احنا نتواصل معاكم. واسف للقطالة النهاردة. لكن اهو يلا خدناه كده من من الاخر المباراة اخر خامس ستة ده في المباراة. ووش حلو. يعني انا فتحت. وزهقان ولسه يعني اه بقول يمكن اه. ها? بلس تسعين. زي ما انت شفتو كده. الكمجا. الحمد لله. الحمد لله. لان الزمانة النهاردة كان هيوقع. بس طبعا ايه? يعني. الروح بترجع لهم ليه في الشط التاني يا اهلوية? يا فريق الاهلي. روح الزمالك بترجع في الشط التاني مع انهم ما عندهمش نص المزايا اللي عندك. في كزا كرة قدام التمنتاشر على غزل المحلة. الكرة ازاي ما بتعرفش تمتص الكرة وانت لعيب اهلاوي. ازاي الكرة جايلك من على بعد عشرين متر? مش عارف تمتصها بتقوم منتورة مترين تلاتة قدام? ليه كده? ليه كده? ده بتضيع مباراة الكرة ديا. وضيعاتنا قدام الوداء. لازم فيه تدريبات خصوصية بعد التدريب العام. لازم نظام اليوم الكامل يرجع. اللعيب عندهم نقص بدني وفني. ما يلقش باسم الاهلي وما يلقش بالسعر والفلوس اللي بياخدوها. ده انا رأيي الشخصي. دعمكم وما زلت عندي امل ان شاء الله القناة تكبروا بيكم. وتختارعوها او يعني تقولوا للناس يعني ايه? ان تعرضوا عليهم المادة اللي احنا بنقدمها ان شاء الله. اه ان احنا نتقابل في اماكن عامة. وبازن الله تعالى فقرة بفرصة كده ناخد كنادي معانا. ونشوف حاجات جميلة بره بازن الله. ومليون مبروك كمان مرة. وايه للامام يا اهلي? وايه للامام يا مصر? بس بافراد يعرفوا ربنا. السلام عليكم.